ورجعنا تاني عشان نكمل باقي فقرات اخر اليوم النهاردة معانا واحدة من اكبر شركات التطوير العقاري في مصر ونفزت حوالي 250 مشروع سكني واستثماري ضخم مناسب لكل الناس مشروعاتها دايما بتتميز بافضل جودة وتصميم وتشتيبات وهي مجموعة البستاني للتنمية العقارية وهيكون معانا النهاردة مؤسس للمجموعة واللي هنتكلم معاه اكتر في تفاصيل المشاريع وميزاتها المهندس محمد البستاني رئيس جمعية البستاني العقارية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية منورنا اهلا بك اهلا بحضرك واهلا بالسادة المشاهدين اهلا بحضرك واهلا بمرنابج الحوار الجميل ربنا يخليك بداية عايزة اعرف بجهة نظر حضرتك سوق العقاري دلوقتي رايح حلفين احنا عاملين ايه في العقارات النهاردة بريف كده بسيط قبل مسألك عن الشركة وادخل في التفاصيل طيب هو اولا السوق العقاري هو دائما وابدا في صعود واحتياج والعقارات زيها زي رغيف الخبز الامن البار زي ما بيقول دائما يعني دائما في احتياج احنا داخلين على 110 مليون بالاضافة الى موقع مصر في وسط الوطن العربي ففي كل الوطن العربي بيحاب يجيشتروا هنا بالاضافة ان انت عندك 2 مليون ونص نسمة زيادة سكانية فكل ديهم احتياج طبعا فدايما الوضع العقارات في مصر دايما سابت وراسخ وفي صعود الوضع الحالي طبعا السوق اليومين دول طبعا فيه شوية تحديات التحدي جات منين؟ لان من خلال شهر 11 و12 خباب الدولت؟ السنة الماضية وشهر واحد واثنين والدولار ارتفع جدا نوصل لـ 75 جنيه المصري فالناس حصل عندها زهر واشترت كمية ولكن الحمد لله الازمة دي قدرنا ان احنا نتخطاها هل اسعار البيوت بترجع بتنزل؟ ما هكمل لكوه فيه ناس سعارت في الفترة الفاتت في شهر واحد واثنين بالذات سعارت على سعارها ليه شوية وبعدين لما بدأ يحصل صفقة رأس الحكمة وفيه ان شاء الله حاجات جاية في السكة وجات المفاوضية الاوروبية رئيس المفاوضية جات في زيارة المصر وحصل دعم في 7 و 2 من 10 مليار يورو او 8 من 10 مليار دولار وفيه صفقات كتيرة في الطريق والبنك الدولي برضو بدأ يتعاون معنا تاني اه الحمد لله نتخطى ده وتصييف مصر الاقتمال ارتفع فبدأ يحصل نعم الاستقرار لسعر الصرف وانخفاض واستقرار فالفترة دي بيبقى فيه تحديات موجودة ان هنصعر على ايه الناس بس مستنية شوية يبقى فيه ثبات وانا اعتقد ان شاء الله يبقى فيه ثبات لان خطة الحكومة اللي شغال عليها سواء في الصناع او جذب الاستثمرات الاخرى هتعمل نعم من الثبات ويرجع السوق العقار يشتغل تاني لان هو زي ما قلتلك احتياج والستثمار يعني الناس بتاخد الشقة عشان هتسكن فيها بتاخد الواحدة التجارية والادارية عشان تستثمر فيها الواحدة الطبية فكل ده مصر المحتاجات وهنتكلم على نوع من الجديد من الاستثمار الاستثمار السياحة والفندوقي هنتكلم عليه ان شاء الله في الحالة بين فيه ناس بتاخفله كتير سحيح هجيله بالتفصيل ولكن برضو عشان الناس اللي اتبعنا عايز اعرف اكتر عن شركة البستاني او مجموعة البستاني احنا من امتى موجودين في السوق اول حقيقة الحمد لله انا من ساعة ما اتخرجت سنة 84 قديم شوية اه اسست شركة البستاني سنة 85 ماشاعدة ويعني داخل على 40 سنة اه وبعدين اتطورت الشركة من شركة مأولات لشركة تطوير عقاري لحد ما حصلت اسست اله حولتها لشركة مساهمة سنة 2008 من حوال 16 سنة وبدأنا في الاسمار عقاري من اول مدينة ناصر لحد من روح لقاهرة جديدة والحمد لله قاهرة جديدة دلوقتي والعصامة الإدارية اه في مشروعات دايما مستمرة اه سلمنا مشروعات كثيرة جدا اه شركتنا بتتميز الحمد لله ما هي دي عايزة اجي للمميزات عشان انا عارفة ان هو في سوء باين انه فيه منافسة وباين انه ما شاء الله بتتميزه بمميزات عايزة الجمهور برضو يعرف مميزات اللي بتميزكو عن الشركات المنافسة هو طبعا انا بحكم شغولتك خبير عقاري واستشاري دايما بنصح الناس اقول لهم روحوا لشركة لها تسليمات شركة لها شركة قديمة شركة عندها ملأمالية عملت حاجات قبل كده عشان ما يحصلش اي والذات السمعة حسن اول واخره فالحمد لله ده كل ده بيتوفر في شركة البستاني شركة بقالها داخلها على 40 سنة مستمرة في السوق من اقدم الشركات المستمرة لحد دلوقتي عندنا تسليمات كتير جدا سواء ملأة ناصر او قاهرة جديدة وشغالين كمان في العصامة الادارية المنتج بتاعنا مميز المواقع بتاعيتنا مميزة بنخاطب العميل ان احنا ننتج ما يمكن بيعه بنعرف هو عايز ايه ايه المميز بالنسباله سواء واجهات او او سمار ديزاين تصميم زكي كل الكلام ده بيتوفر في شركة البستاني بالاضافة الى ان هو يعتبر اللي بياخد من شركة البستاني بياخد حاجة استثمارية مضمونة يقدر يعملها ريسيل بعد كده او يقدر يعيش فيها برفاهية كل ده بيتميز يعني لو انا خدت حاجة عندك وبعد كده انا عايزة ان انا الشركة نفسها بترجع بتاخدها وبتبيعها تاني لا اقولك ريسيل يعني انا دايما بنصح اللي يجي يشتري اي واحدة عقار هي اقوله اول حاجة تاخد من شركة كويسة يكون عندها صيانة وإقدارة وتاخد مكان تعرف لو انت عايز تبيع وتبيع وسهولة ده بيتوفر في المنتجات بتاعة شركة البستاني لمواقعنا متميزة هتلاقيين مثلا بنشارف قاهرة جديدة من اميز المجتمعات العمرانية قاهرة جديدة ومدينة مصر احنا بينا قاهرة جديدة تركزنا دلوقتي اي فهي من قاهرة جديدة تركزنا دلوقتي فهي من قاهرة جديدة النمرتين بناخد جوه قاهرة جديدة بنعمل سيليكشن تاني ان احنا احياء معينة زي الشويفات والحي الاول وتجمع الخامس والنرجس والياسمين ده حي مميز وبعدين بنعمل سيليكشن تالت ان احنا ناخد حاجات على حضائق وبعدين نعمل سيليكشن رابع نختار وجهات مميزة ومداخل مميزة وتصميم سمارت ديزاين ان هو يلائم احسن استغلال للوحدة العقرية فبسهولة جدا اي حد عايز يعيش بجودة حياة واذا حبي يتخلص من الوحدة او يعيد ياخد فلوس تاني او يستثمرها بيقدر يبقى بسهولة نتيجة تميز هزي الوحدة كشكل ومضمون هسألك سؤال سؤال بتاع ستات شوي عشان برضه في ستات كتير وعارف الست بتأثر على الراجل لما يجي يشتري يعني هي العنصر الاساسي انا انا كست او كبنوتة يعني لما يجي اشتري حاجة دايما بحب اسأل عن نسبة التحميل تلاقي فيه عشان يمكن المشاريع الجديدة يقولك لا انا ادخل على شقة يقولي 200 متر ادخلها لا وما تعملش 150 متر عملنا ايه عندكم في المشاريع هي تقريبا نسبة التحميل تقريبا في حدود 25% بس الاهم من نسبة التحميل ان انت حتى لو اخدت مساحة صافية والتصميم بتاعها سيء هتحس انها دايقة متهدرة لا احنا التحميل بتاعنا في هذه النسبة كل السوق متفق على ذلك وبالاضافة الى سمار ديزاين ان انت تخش تحسي الشقة ما فيهاش اي نوع من الهضر وبتوفي استخداماتك كلها سواء هي قطة وصالة او ثلاثة او اربعة بتلاقيها سهلة جدا تقسيماتها ممتازة مفيش حاجة متهدرة فيها فده اللي بيتميز الوحدات بتاعة شركة البوستالي انا عرفت ده بس انا برضو بشرح الجمهور عشان الستات احنا عندنا ما شاء الله نسبة كبيرة من الستات فالستة بتأثر على الراجل زي ما قلت هي طبعا انا عايز اقول اي ستة اختاري حاجة كويس اختاري موقع كويس اختاري مصاحة مناسبة اختاري وجهة يكون كويسة مدخل كويس ومطور زي حضرتكو ومطور ومشاريع قبل كده ومسلم اكتر من مكان صحيح طيب بالنسبة كمان برضو عرفت في خطة للدفع عندكو عشان في موظفين او في انا ناس ما يقدرش ممكن يكونوا برا موظفين ما يقدرش ان هما يدفعوا شهري او ربع سنوي في خطة للدفع سهلة عندكو عرفت انه ما يناسب الشخص اللي جايش هل ممكن نعمل دفعة سنوية بدل ما احنا ندفع بتتحسب بقى ماليا يعني كل يعني غير انت عارفة الفلوس دي ليه تكلفة اوه اما باخد دفعة شهرية غير اما باخد دفعة سنوية بتحسب على برنامج مالي اوه وبنوفي الاحتياجات العميل زي ما عايز يعني التسليلات دي اكيد عندنا تقصيد من 4 سنين لحد 7 سنين انا عرفت ده بس عشان برضو الناس اوه انا مقدرش هدفع كل 3 شهور او ممكن تعملوا لي دفعة انا عارفة الحوارات دفعة لا 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 بالاضافة للسكني اللي كلمنا عليه احنا عندنا بقى مشروعات تجارية وإدارية انا عايزة ايجي للمشروع الفندقي شقق فندقية وحدات فندقية هاشرح لك بس اوجه للسصمار فضل يعني النهاردة احنا بنقول لعميل عايز شقة عشان يسكن فيها ايه فهو عارف اتجاهه ايه طب المستثمر يعمل ايه يعني المستثمر عايز استثمر في عقار اه فلازم نشرح له ايه اوجه للسصمار في الانواع المتعددة العقارات العقارات عبارة عن ايه عن وحدة سكنية او وحدة ادارية او تجارية او طبية او فندقية ايه لو هو خد شقة اشترى شقة وحب يأجرها العائد السنوي بتاعها لن يتعدى 3-4% لن يتعدى عائد السنوي ليها بالاضافة ان التمنى بيزيد يعني يعني هو لو حب يأجرها ايه لو خد وحدة تجارية هتلاقي العائد بتاعها من 7-10% طبعا او طبية او ادارية طبعا الجديد بقى اللي الناس بتعرفوش لو خد وحدة فندقية فندقية اه العائد بتاعها يتراوح من 15-20% لان العائد بتاعها دوت بالدولار دلوقتي على الابليكيشن بتاع بوكينج ايه ايه الوافدين اه بالضبط اه فبيقدر لو تعملت بس برضو دي ليه احتياطات ان انت حد يكون عنده ادارة وحاجة حد عنده موقع مميز وحاجات اه مهمة جدا ان هو ياخد شيء مميز ومكان مميز وشركة يكون فيه اقداره العائد بتاع الوحدات الفندقية فعلا بيوصل من 15-20% ومصر في احتياج مصر بيحتاج على يقل عن 200-300 ألف وحدة سكنية وحدة فندقية عشان العادة السياح بيزيد كل سنة عن التانية ففعلا دوت موجود والوافدين والموجودين كتير في مصر احنا ابتدينا مشروع فندقي ولا لسه ده مخططات 2024 الحقيقة انا عملت مجموعة وحدات فندقية مش كبيرة ونجحت فالحمد لله ان شاء الله في مشروع جديد بنفكر يبقى فيه حوالي 400 أو 500 وحدة فندقية ان شاء الله في الفترة الجاية بنعملها تصمات المناسبة ونجلب الشركات بفكر بس نجيب هيلتون أو شارتون أو أي إدارة فندقية بحيس ان المشروع يبقى متكامل من جماعة النواحي ويضاهي كل الوحدات الفندقية العالمية والمتوجدة في مصر فاحنا بنكمل شركة إدارة وشركة فنادق بنكمل المنظومة وتصميم مناسب وان شاء الله يترح قريب بإذن الله كان فيه ملف ملف تصدير العقار بين المطورين ووزراء الإسكان تمام وصلنا لغاية فين في مشروع شوفي بقى التصدير العقار ده موضوع فيه جدل كبير جدا إيه الجدل بقى اللي فيه يعني قولنا أول حاجة هل مصر قابلة لتصدير العقار هل عندها اللي تصدره زي ما احنا مثلا بنصدر فواكه بنصدر فاكه بنصدر قط مصر عندها الحاجات دي ومميزة بالنسبة الخارج العقار يعني إيه كلمة تصدير العقار مش إننا ناخد العقار أو دي بره لأننا أجيب عملاء أجانب مش مصريين يشتروا عقار عندي طيب هل مصر تصلح لده آه مصر عندها المقاومات لده مصر عندها استقرار أمني وسياسي واقتصادي وعسكري مصر العملة بتاعتها أصبحت منخفضة مصر العائد على الاستثمارات بتتراوح زي ما قلنا من دلوقتي من 7 إلى 15% مصر بعد الطفرة العمرانية اللي تمت فيه التقلع العشر سنوات الأخرانية المدن الجديدة والمدن المستدامة العصمة الإدارية والعالمين الجديدة والمصورة الجديدة بقى فيها نوع آخر من من الإسكان الفاخر جدا مصر بقى عندها دلوقتي هي عندها تلت أثار العالم عندها سياحة علاجية عندها شواطئ سياحية عندها جون عندها شر كل المقاومات دي موجودة بس هو إزاي إن أنا أنتج ما يمكن بيعه فأنا مفروض إن أنا كمطورين أو الدولة إن أنا أعرف العميل الأجنبي ده هو عايزي هيجي مصر لي يشتري لي أشوف هو بانتج له إيه العربي مثلا العميل الدولة العربية هتلاقي ليه احتياج عميل الدولة الأوروبية ليه احتياج آخر عميل الشخص اللي طلع على المعاشة في أوروبا ومرتبه والعمعاش بتاعه ما بيكافهوش يقدر يجي يعيش بيه ملك هنا كويس فالمفروض إن أنا أنتج وحدات مميزة جدا في الأماكن مميزة ويكون عندي حاجة شركة تؤسس مثلا ولتكن تؤسسها الدولة يكون فيها كل أنواع العقارات أنا قلت فيه مصطلح سوبر ماركت عقاري بمعنى أنت متخش سوبر ماركت تلاقي فيه كل حاجة أنت عايز فيه فرايتي فيه أنا عايز عايز أعمل بقى سوبر ماركت عقاري يكون موجود فيه فيه الغرداء وفيه السحل الشمالي وفيه التجار وفيه الإدارة وفيه القارة الجديدة وفيه العاصمة الإدارية وفيه الفندوقي وفيه السياح فيه كل حاجة اللي يدخل من عندي عايز يشتري عقار يلاقي السوبر ماركت العقاري ده فيه كل وحدات ولتكن ولتكن كل الهيئات زي هات المجتمعات العنونية العاصمة الإدارية أو المطورين يحطوا المنتجات بتاعتهم في هذا الصندوق ويطرح هذا الصندوق يبقى صندوق عن طريق شركة مساهمة اللي عايز يساهم في ده يقدر يساهم في هذه الشركة وينتجوا بقى منتجات تتصدر يجيبوا العمل الخارجيين اللي هم عايزين نشتروا عن طريق المعارض الدولية عن طريق الملحقين التجاريين في الصفرات بتاعتنا عن طريق ان انا اجيب شركة تسويق عالمية اشوف امريكا صدرت عقار ازاي اشوف اسبانيا صدرت عقار ازاي اشوف مثلا اليونان تركيا كل دي دول صدرت عقار بحيث ان انا ارفع نسبة الكتب بتاعتي ان انا يخشي لعمرة صعبة وده طبعا هيحل ازمة الميزان التجاري والعمرة الصعبة اللي موجودة وهينشط الصناعات في مصر وهيفعل ملاش فيه بطالة وهيعود على الاقتصاد بنفع كبير جدا طيب يعني ايه مجموعة البستاني بتقدم وحدات اقتصادية عايزين اشرح لناس اكتر يعني ايه واحدة اقتصادية لا هي انا ما بقدمش وحدات اقتصادية لان الدولة يعني مفهوم اقتصادي انها رخيصة شوية يعني تناسب لا هي الدولة كل اللي بتطرحوا لينا معظم واسكان فاخر فاحنا بنقدم وحدات اسكان فاخر انما طبعا انا اتمنى انا بحكم ان انا عملت موادرات كتير ان انا اشتغل في الاسكان الاقتصادي اه ولكن انتو لا الدولة اللي هي هو الاسف ان الدولة هي اللي شغالة في الاسكان الاقتصادي اوكي وبتعمل اللي هو عن طريق جنة مصر وسكن مصر يعني واحدة اقتصادية يعني سكن متوسط يعتبر اه بالضبط اه ده الاقتصادي اللي هو سكن متوسط او لمحدود الدخل بهذا الاتجاه فهنا كل شغلنا شايفين السوق العقاري لغاية قدام رايحة لفين في مصر هو السوق العقاري زي ما قلت لك يعني حتى الناس بتقول لك ايه طب هو العقار الدهب ولا الدولار انا عارفة ان الستات اه ولا العقار ايوا الدهب ولا لو معنا مثلا عملة تانية اي اي عملة ايوا او عقار في حيرة ستات حابين الدهب طب تعالي ناخدها بالمنطق ايو انا النهاردة عشان استسمر في الدهب انا نفترض معي اقالي حاجة 3-4 سنين نفترض مثلا حد معا مليون جنيه وعايز الشري دهب لازم اشتري الدهب بالمليون جنيه كلهم ايوا عشان استسمر مليون جنيه ايوا طب لو عملة لازم اشتري بالمبلغ كله اه انما لو انا عايز اشتري عقار ممكن جزء من المبلغ اكتع ممكن 20% من المبلغ اه والباقي قصته على خمس سنين ممكن مبلغ ده ان انا اشتري اكتر من عقار بزبط يعني المليون جنيه استثمر فيه بخمسة مليون صح وعملت ايه مقالة ما استثمر في العقار ان انا ثبت سعر العقار اللي انا اشتريته النهاردة لمدة خمس سنين القص قدام واصبع العقار ده دي اول ميزة ان هو يقدر يستثمر في مبلغ كبير جدا بمبلغ زغاية نمرة اتنين ان هو يقدر يبقى ليه عائد نفترض ان انا اشتريت وحدة سكنية او ادارية او تجارية اولا هي تمنها بيزيد مع الوقت بزيادة اكتر من التضخم واكتر بالدهب بالاضافة انها بتعمل لي عائد سنوي انما الدهب ما بيعملش عائد سنوي ولا الدول اللي يعمل عائد سنوي انما الوحدة العقارية لو انا اجرتها طبعا هتجيب لي عائد فاصبح ده الفرق ما بين العقارات وما بين الدهب والدول سالسا العقارات مضمونة جدا زي ما قلتلك هي مضمونة وهي اصلا من زمان يعني انا من التاريخ ما شغلت في المهنة دي العقار ما رجعش وراء ابدا انا بقالي 40 سنة شغال في المهنة عمر العقار ما رجع الوراء بالعكس دايما في الزيادة انها ما رجع حظر تاني اللي عايز يشتغل في العقار لازم اشتري من شركة مميزة اشتري موقع مميز يعمل دراسة جويسة ياخد محامي معايا وياخد مهندس وهو باشتري يتأكد بالاوراق عايزة اسأل حضرتك سؤال بعيد شوية عن الحتة دي ولكن عشان في لغة بيحصل انا لنفترض انا شقتي تعمل 2 مليون جنيه ازاي اقيم الايجار بتاعي يعني ازاي في نسبة وتناسب بين تمن الشقة هل احنا بتحدد بتمن الشقة ولا بموقع الشقة ولا بالكومباوند اللي فيه الشقة طيب تمن السعر الايجاري او قيمة الايجارية للوحدة السكنية بتتحدد حسب المنطقة بس هي في جمعية الاحوال زي ما قلتلك عمرها ما هتزيد عن 4% لان هو ده اللي موجود في مصر من ثمن العقار من ثمن العقار ده في السنة 4% في السنة ده كتير قوي و3% احنا و2.5 ولذلك انا بقول ايه لو انت عندك واحدة عقارية ما تاخدش واحدة كبيرة عايزة تستثمار فيها اه اخدي 80 متر اخدي 100 متر وبعدين شطبها كويس مع مهنس كويس وفرشيها فرش كويس واقجريها عن طريق مثلا بوكينج وإير إن بي او احدي ويكون شارك تقدر يكون حاجة متميزة سعيتها هتعملك عائد أكتر بكتير جدا من إن انت تتأجريها لمدة طويلة بمبلغ قليل ده اللي احنا كنا بنكلم فيه إن انت تتحوليها لحاجة فندقية تقدر تناسب هو طالما احنا عايزين استثمار فحقيقي ده أنسى بحل إنه أكتر من حاجة طالما هو بس بقى عشان تاخد حاجة زي ده خديها بقى في مكان كويس في كنباند كويس في كل ده بحس إن انت تكمل المنظومة إن انت بتخطبي عميل معين هو اللي عايز ده صح فمش أي حاجة طلب مش أي حاجة تقدري أو أي مكان تقدري تعملي فيه اللي أنا بكلم عليه ده شكرا جدا زوء حضرتك وشكرا جدا على المعلومات الكتير اللي عرفناها من الحر نورتنا وشرفتنا مهندس محمد البستاني رئيس جمعية البستاني الأقارية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية شكرا جدا خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل آخر فقرات آخر اليوم